أولاً برحب حضرتك وشكراً لاستضافة حضرتك شكراً يا سيد المستشعر وشكراً للإبن أحمد على تقديمه وإهتمامه وحرصه على مصلحة زميله الطلاب وبأكد له وبأكد للجميع بأن جامعة الأظهر بتعتبر الطلاب أبنائها وحينما يقيم أي عمل دائماً عشان نكون منصفين ومحقين لابد أن نذكر هذا العمل بكل جوانبه ما هو العدد الذي أقوم بخدمته وما هي الإمكانيات التي تتوفر لي أنا هنا لم أجئ لأقول بأننا على مستوى فندقي ولكن على مستوى خدمة طلابية امتدت من أربعين سنة حتى الآن نقدم الخدمة للطلاب اللي هم بقوا أسادزة ومهم كثير منهم أسادزة الآن في ظروف أنا بس بتابع سمحة لكم بتابع كمان الصور من المطبخ طيب إمكانيات أولاً الأخ أحمد يعلم تماماً بأن ميزانية الجامعة هي كميزانية جامعة القاهرة أو جامعة عين شمسة فهل من المنطق أو من المقبول أو المعقول أن جامعة تعداد طلابها ما بين الأربعة أربعمة ألف 500 ألف طالب تعامل معاملة جامعة كجامعة القاهرة أو عين شمس ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك عدم المقدرة على المنشآت التي تستوعب العدد للمفروض استيعابه أعمال الصيانة اللي هي العمالة التي تقوم بخدمة هؤلاء الطلاب حينما نقيم العمل من خلال ما هو ممكن وما هو متاح وما يقدم الآن أنا أعتبره من وجهة نظري أنا جيد نحن لا نقبل ولا نرضى ولا نرضى لأبنائنا أن نحن نقدم لهم أي شيء مسيء سواء كان مسمم أو ملوس أو شيء في حشرات لأن أي واحد سوي لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يقدم لابنه دودة أو صرصار أو يقدم لابنه طعام مسموم الخطأ أمر وارد في أي عمل ولكن حينما يوجد الخطأ لابد أن يعمل على تداركه وعدم تكراره ومحاسبة المغطئ إن كان هناك مغطئ فهذا ما تم في المرة الأولى وهذا ما تم في المرة الثانية أما عن الأعداد التي تقال 500 200 300 أنا لست الذي أحدد العدد الذي نحدث لهم تسمم أولا هذه الوجبات التي تقدم في القاهرة وحدها عندي 24.292 طالب وطالبة بزيادة عن الاستيعاب الحقيقي بنسبة 42.7% فاضلت حضرتك بتخدي البيان حضرتك بتقول كلام مهم فيه أرقام بس كمان فيه منطق مقابل يعني حضرتك بتكلم من الأعداد مهولة بتتكلم أن هي فوق طاقة الميزانية لا أبرر خطأ لا أبرر خطأ ولكن أنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة أنا لا أبرر خطأ ولكن بقول بأن الخطأ حينما يهول وحينما يبالغ فيه يظهر إنه شيء مخيف نحن أولا تسمم طالب واحد أو طالبة واحدة لابد أن يكون محل اهتمام الجامع مش معنى كده أن احنا بنقول إيه يعني 500 بجانب 13 ألف لا لو أن واحدا فقط طالب أو طالبة حدث له تسمم ما من شيء ما لا بد أن أدر أنا كنت بتوقع رد من حضرتك فهم الخلفية لحضرتك لازم تبقى عند الناس وعندنا الأعداد والإمكانيات نعم بس إحنا فيه حاجات محددة لازم تسأل فيها لو فيه مشكلة في الأعداد والإمكانيات فدي مشكلة طالبة ما روش علاقة بيها صحيح؟ يعني روش علاقة بيها خالص صحيح؟ الحاجة الثانية أنه برضو دي مشكلة في إيد الإدارة أن هي تحدد الأعداد اللي بتلتحق أو تيبقى عندها معاركة كبيرة تخضها بشرف لزيادة ميزانيات الجامعة يعني وده كله برضو برا الطالب صحيح يعني أنا لحد اللحظة دي ما شفتش هو الطالب مزدف في إيه الحاجة الثالثة اللي كنت أتمنى أن أنا أسمعه هو رد على إذا كان كلام أحمد افتراء ولا حقيقة هو بيقول أنه بسموها السيرفيس بسموها الصانية اللي فيها الأكل كل اللي بيحصل بعد ما الطالب يأكله في المدينة أنه يتساب عليها مي هل ده صح؟ ولا هو بيقول كلام لا ما يتسابش أسدي مش مشكلة إن كانت أنا أقول لحضرتك حاجة أولا ما يتسابش لو أنا حطيت يعني صانية مكان خضار وفيه دهنانة فيها وحطيتها في مية بردة لا يمكن المية البردة هتنظف الصانية لكن أنا أقول لحضرتك حاجة أنا ما أطعتكش وصيبنا أتكلم بعض فأنا لما أنا أنا عندي فعلا أنا عندي فعلا يعني غسالات صواني وغسالات الصواني دي متعاقد مع شركة لصيانتها وللأسف الشديد وللأسف الشديد أقول بأن هذه الشركة اللي هي بتعمل أعمال الصيانة لهذه الغسالات قالت بأن في قطع غيار غير متوفرة في مصر وهي من الخارج لأن ديت من الخارج وكل شوية إحنا بنستورد إحنا بنجيب إحنا بنودي ولكن يعني طباطقت يعني حضرتك ماليش يعني كلام حضرتك بيقول أنه غسالات الصواني بايزة غسالات الصواني غسالات الصواني لا تعمل بايزة لا تعمل ولكن إحنا حتى قبل غسالات الصواني أولا بقالها أكثر من خمس ست شهور لكن 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 أقول لحضرتك حاجة لكن قبل حتى غسالات الصواني وبعد غسالات الصواني هذه الصواني توضع الأول في مياه بردة علشان تزال البقاء وبعدين تتحط في مياه مغلية وتتشال من المياه المغلية وتحط تتمر مياه مغلية تانية ثم مياه بردة وتطلع الصانية إحنا بنقول للطالب دايما بنفرز الصوانية ممكن صانية لم تنظف بشكل جيد أنا عندي مئات الصواني ألاف بقى مئات الصواني أو ألاف الصواني أو ألاف الصواني بنجي بنجي نقول الصانية اللي ما تعجبكش أو الصانية اللي فيها أشيء سيبها وخذ النظيفة ويجي العامل ياخد الصوانية التانية ويقسل ويعدغس لها مرة أخرى يعني وارد جدا وارد جدا إن صانية من ضمن الصواني أو عدد من الصواني يكون لم يغسل جيدة تؤخذ هذه الصواني ويعدغس لها مرة تانية على الأساس أن أنا أقدم ما يمكن تقديمه في هذه الخبل لكن بالنسبة لحضرتك لعملية التسامل يعني حضرتك بتقول مع كامل الاحترام لأي مجهود أو قلة إمكانيات موجودة في البلدنا كلها أدري أفهم مشكلة الميزانية بشكل عميق جدا بس مش أدري أفهم علاقة الطالب بيها يعني في مشكلة الدولة جامعة الأزهر لازم تحلها حضرتك في كلامك بتقر إنه غسلات الصواني بايزة بقالها شهور نعم والطريقة اللي أنتوا بتحاولوا وتعوضوا بيها غياب غسلات الصواني هو إنه الصواني بتتحط في مياه سخنة بقى بردة وسخنة نعم فقط نعم نعم أصحول شغل بس في مطورة بس يعني تفتكر إنه دي طريقة يعني تخلي تمنع البكتيريا لا أولا إحنا اللي حصل في الأيام الأخيرة لا يعني يعني أذي إحنا عاملين في البنات إيه إحنا عاملين في البنات إيه بتيجي الطالبة في أول السنة ما فيش غسلات صواني في البنات فبتيجي أصلا أصلا بتيجي الطالبة تاخد صنياتها كعهدة من بداية السنة كعهدة معها من بداية السنة تجيبها نظيفة وتأكل فيها وتاخدها تغسل دي خلاص منتهيين من المشكلة دي في البنات أما في البنين فكان عندنا عجز في عملية الصواني جنة تبرع من القوات المسلحة 6000 صنية الأسفعين الماضيين 6000 طيب أنا دي كنت هتكلم فيها خلينا 6000 صنية حضرك تمم كلامك عشان جزء الأخير ممكن تتحوره بشكل مباشر في 6000 صنية جنة من القوات المسلحة 6000 صنية على أساس عدد من الصواني فيحنا قلنا النهاردة تعليمات من النواب أن احنا بندي لكل طالب صنية زي البنات صنية كل خسيلها زي ما انت عايز بس ما انتش عايز تاكل في الصنية ما انتش عايز تاكل في الصنية دي وعندك طبق وعايز تاكل فيه ماشى تعال قد اقدم في طبق ده وصلتوا الاقتراح ده امتا النهاردة ا comunque نعم الاختراح ده النهاردة بتقولوه النهاردة بعد حالة التسمم بعد حالات اشتباه التصميم